اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الاكارم حلقة جديدة من برنامج عنقف ارحب بكم الى تفاصيلها جوع يفتك باكثر من مليوني الطفل في اليمن عوضا على اعتماد 14 مليون شخص على المساعدات الغدائية التي هي الاخرى تقلصت من قبل برنامج الغداء العالمي بحجة عدم ايفاء الدول المانحة بالتزاماتها وفي خضم هذه المعطيات حرب اتت على كل شيء ابعدت المسافات واغلقت العيادات وسرقت المساعدات من اطرافها المتقاتلة فزادت معاناة المواطنين في اليمن وسط تحذيرات متكررة من مجاعة وشيكة في اليمن واخر تلك التحذيرات تحذير غوتريتش بان اليمن قادم على اسوأ مجاعة لم يشهدها العالم منذ عقود وايضا تحذيرات من اي خطوة قد تضم ميليشيات روحتي تحت قائمة الارهاب ما هو حجم الكارثة القادمة في ظل عدم اهتمام العالم بهذه البقعة من الارض وهل من حلول لغاية الناس في اليمن اسئلة المشاهدين الاكارم سنترحها على طيوفي بعد متابعة هذا التقرير امين عام الامم المتحدة انطونيو غوتريتش مجددا يطلق تحذيرا من دخول اليمن مجاعة حقيقية هي الاسوأ على مستوى العالم منذ عقود مطالبا بتجنب اتخاذ اي اجراء من شأنه ان يزيد من سوء الوضع المتردي حد قوله في اشارة الى المساعي الامريكية لادراج ميليشيات الحوثي في قائمة الجماعات الارهابية وهي الدعوة التي سرعان ما رحبت بها الميليشيات التي تسببت في المأساة من خلال الحرب العبثية التي اشعلتها على اليمن واليمنيين فيما يخص اليمن لكن حدار الاوضاع الانسانية والمخاطر عبرنا عنها صباحا هذا اليوم في بياني مخاطر المجاعة التي ربما لنكن لها نظير في تاريخ المعاصر مراقبون اعتبروا ترحيب ميليشيات الحوثي بدعوة غوتريش ليس حرصا على سلامة اليمنيين وانما بهدف حرف المسار عن تصنيفهم جماعة ارهابية بعدما ثبت للعالم انها عصابة فاقت الكثير من الجماعات المتطرفة في ارهابها والزج بعشرات الاف الاطفال الى محارق الموت من اجل مشروع عنصري بغيض غوتريش قال في بيان صحفي ان ملايين الاشخاص في اليمن سيفقدون حياتهم اذا لم يتم القيام بعمل فوري لمنع المأساة ضمن رسالة لحث المانحين على الايفاء بالتزاماتهم حيث افادت منسقة الشؤون الانسانية في اليمن لزجراندي لانه لم يتم الحصول سوى على مليار ونصف المليار دولار من اصل ثلاثة مليارات ومئتي مليون دولار وضعتها الامم المتحدة كميزانية لتنفيذ برامجها ضمن خطة الاستجابة الانسانية للعام الجاري 2020 في مقابل ذلك يرى مراقبون ان التباكي على اليمنيين في التقارير الدورية الصادرة عن الامم المتحدة ومنظماتها الاغاثية ليست خوفا على فقدان المزيد من الارواح بل لضمان حصة العاملين الامميين في المنظمات الاغاثية من اموال المانحين بدليل ان خطط الاستجابة الانسانية خلال الخمس سنوات الماضية جمعت اكثر من خمسة عشر مليار دولار وذهبت هباء منثورة دون ان تضع حدا للمجاعة التي ما زالت شبحا يحوم فوق اجساد اليمنيين النحيلة ويهدد بخطف ارواح مئات الالاف منهم وبالعودة الى تصريحات المسؤولين الامميين قال المدير التنفيذي لبرنامج الاغذية العالمي ديفيد بيزلي ان العد التنازلي للمجاعة بدأ الان داعيا المجتمع الدولي الى توفير نحو ملياري دولار لتجنب المجاعة في اليمن خلال العام المقبل 2021 في حين كان وقع كلام مارك لوكوك اكبر عندما قال ان موت اليمنين بالمجاعة رهيب ومؤلم ومهين بشكل خاص في عالم مثل عالمنا حيث يوجد في الواقع ما يكفي من الطعام للجميع كلمات لوكوك وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية تؤكد حجم الخذلال لملايين اليمنيين وكيف اصبحت بلادهم مصدرا لاسترزاق عدد من الموظفين الامميين من خلال خطط الاستجابة الانسانية التي تقتصر على جوانب اغاثية آنيها تتمثل في بعض السلال الغذائية دون ان يكون لها بعد تنموي مستدام يساهم في النهوض بالاقتصاد واستقرار قيمة العملة المحلية وحل مشكلات من قبيل سداد مرتبات الموظفين اهلا ومرحبا بكم من جديد في هذه المساحة من الحوار ورحب بضيوفي الأكارم الاستاذ جمال البلفقي منسق الاياغاثة بوزارة الادارة المحلية وايضا الباحث بقضايا الفساد سيد السيف الحدي والكاتب والصحفي سيد محمود الطاهر ابدأ بسيد جمال البلفقي اهلا ومرحبا بك اهلا ومرحبا بك كما تابعت بان هناك تحذيرات من ان تكون هناك مجاعة هي الاسوأ في العالم والتي لم يشهدها مثيل منذ عقود برأيك كيف ترى الى هذه التحذيرات وما هو حجم الخطر القادم على اليمن بسم الله الرحمن الرحيم نحييكم ونحيي مشاهديكم الكرام ونحيي الضيوف الكرام اه في الواقع ان قابت تقارير الممتحدة من 2015 لحد الان لم تتغير بحكم دائما هم بيستخدموا الشعب اليمني وطلب العمل الانساني والاغاثي من اجل مساعدتهم لكن لم يستطيعوا المظامات الدولية اللي هي العامة في اليمن ان نرشدوا العمل الانساني اللاغاثي لمصلحة الانسان اليمني والدليل على ذلك ان احنا في ثلاث سنوات الحالات في كل سنة تصلح حالة مواطنة اسوأ من الحالات لقبلها في الواقع في الواقع الان احنا نتعيش في المرحلة الحالية فعلا تحتاج اليمنيين تكاتف جميع النظامات الدولية والعالم كله من اقل مساعدة اليمنيين طبعا الرؤية الكاملة بشكل عام تغيير المسال عمل الانساني والاغاثي كان يفترض دائما نحن نحمل المنظمات الدولية العامة في اليمن انها تقوم بمهام حقيقية وتكون في عندها خطة استراتيجية ليصال كل المواطنين بقبعة الممتحدة لكن كل ما ان نسمعوه ان جميع اللغاثة التي توصل في المناطق التي تحت الحوتيين فكانوا شكواهم كتير بانها لا توصل الى هؤلاء اليمنيين لو تحدثنا عن مبالغ المالية التي تحدثوا عنها 5 مليون او 6 مليون شخص لن توصل لهم هذه اللغاثة اين المبالغ المالية رصدت من اقل هؤلاء اليمنيين الى جانب هذا كله طبعا السلة الغدائية كان مفترض ان يكون فيه ترشيد وزي ما قلنا لعمل الانسان اللغاثي في عملية انه يعني يوضع مبلغ معين حتى 10% للعامل التنوي نحن حد اليوم من بداية الحرب حد الان كل المساعدات تطارق هذه عبارة عن سلة الغدائية وغالبا هل السلة الغدائية دائما تتعرض في اشياء كثيرة من عملية عرقلتها وعدم ايصالها المواطنين نعم استاذ جمال يعني السلة الغدائية التي تتحدث انت عنها هل يعني تتوازى مع حجم المال التي تتقضى بعض هذه المنظمات التي تحدث انت ايضا طبعا السلة الغدائية كان بالسابق انت قيمتها الفعلية تصل لحدود 100 دولار بحيث ان يكون العامل في اليمن او شخص العائلة في اليمن تستخدمها بمدة شهر كامل لكن الان السلة الغدائية اصبحت لحدود النص تقريبا او 33 40 دولار وهذه العملية لن تساعد في عملية المواطن اليمني ان يمكن استخدمها بمدة شهر كامل الى قانب الحرب والحصار الموجود في كثير من العائلات نزحت ولا كانت موجودة في المناطق في المناطق في المناطق او في منازلها وهذه السلة الغدائية قد لا تستطيع انها تطبخ بجدنا في عملية الخيمات الموجودة لا يوجد عندهم مطابق لا توجد عندهم ولهذا في كثير من الاشياء ما كانت هي منطقية كان يجب ان يكون معالجات الحقيقية يكون في القلوس معلقنا على الغاثة والقلوس مع السلطات المحلية بمعرفة ما هو الاسلوب الجديد وما هو الصحيح اللي ممكن يكون ساعد المواطنين وما هي الاحتاجات الحقيقية يعني حتى السلة الغدائية والمواد التي تسلم لهم قد تكون غير مقبولة بالنسبة للمواطنين لانها في بعض السلة الغدائية توجد يعني لا يحتاجها مواطن فمثلا أعتقد زي الشعير زي مثلا الصودا وزي اشياء كثيرة ولهذا عدم التنسيق وعدم المعرفة الكاملة ولم يستفيدوا من المبالغ المالية التي سلمت لهم من فترات سابقة لحد الآن وأصبح لا زالت حالة اليمنيين من السوء إلى أسوأ نعم وللأسف الشريد أن المنظمات الدولية عندما تبدأ معاقبة أو تخفيض البرامج بدل أن يتخفضوا من ميزانيتهم التشغيلية والإدارية أنهم يخفضوا من البرامج على الأطفال وعلى سوء الغداء يستعد سوءا فوق المجاعة فوق اللي هم عايشين فيه نعم أستاذ سيف كما سمعت بأن هناك العديد من المناشدات وأيضا الإشارة إلى أن هناك أزمة أو مجاعة قادمة في اليمن يعني منذ 2015 حتى اليوم يعني برأيك ماذا تختلف هذه المرة هذه التحذيرات طبعا هذه التحذيرات هم محددوها طبعا في حقهم البرنامج أن أول حاجة نقصد كموين من نسبة للدول وفي نسبة الوقت عندما تطنيف الجماعة الدخوتي جماعة الرحابية بيخافوا الوصول إلى المواطن لتوزيع السلامة الغدائية بالرغم يرى ممكن يصلوا المواطنين عن طريق المواطنين نعم نعم أستاذ سيف هل تسمعوني أسمعك مرحبا أستاذ مرحبا بك كنت وجهت السؤال لك ولكن أجاب عليه الأستاذ جمال مشكورا يعني وجهة نظرك بهذه التحذيرات الجديدة يعني من 2015 حتى اليوم هناك تحذيرات متكررة أستاذ سيف بهذه المجاعة ماذا تختلف هذه التحذيرات هذه المرة وبرأيك هل فعلا استشعر العالم الخطر القادم في اليمن بسبب نقص التمويل وغيرها وعدم وصول المساعدات في البداية أشكرك أستاذ العزيز وصراحة ما طالح أستاذ جمال أتفق معه إلى حد كبير إلا أتفق معه بشكلها الكامل نعم وصراحة أرى أن هذا التحذير ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة الخداع والتفلير التي تمارسها للأمم المتحدة في محاولة استغفال الشعوب أجمع وليس قط الشعب اليمني فالمهم الأولى والرئيسية لأمم المتحدة ليست الإقاثة المهمة الرئيسية الأمم المتحدة هي الحفاظ الأمن والسلام عندما تم تأسيس الأمم المتحدة تم تأسيسها فقط من أجل هذا الهدف ولكن مثلا تشلها البريد في الحفاظ على السلام وبناء الأمن في كافة المجتمعات وليس قطة العالم الثالث نعم وجدها تحولت إلى محطة من محطات الإقاثة وتقديم المساعدات والمعاونات لما وجدت في ذلك من وسيلة أنجح وأنجح لها الأحزاب أو الحكومة التي تتحدث أنت عنها ماذا قامت به الأمم المتحدة طالما هي لجأت لهذا الطريق كما تقول أنت ماذا عملت خلال هذه الفترة ما الذي تم تقديمه للمواطن اليمني الذي يعاني من الجو خصوصا أننا نشهد بين الفينة والأخرى مطالبات بمبالغ مالية ويقال بأنه تم صرفها تماما سيكون سأتي إليك لأهد هزاوية ولكن أردت أن أعلق أولا على سيقة خطاب الأمين العام والمتحدة حيث أنه لم يأتي إطلاقا على ذكر أهمية بناء السلام إلا عرج غليلا على الموضوع وأهمية تقارب الأطراف المتصارعة وتناجلهم من أجل إيقافها بالحرب الأمم المتحدة وباقي المظلمات تقتات كثيرا على المساعدات المقدمة إلى الشعوب المحتاجة وإلى الشعب اليمني خاصة وما نرى هنا من استرزاق من نقوط الشعب اليمني ومن المساعدة المقدمة للشعب اليمني نجد هذا المدع الذي أتى الآن في نهاية العام 2020 محاولة الاستنجاب الاستحلاب المزيد من الأموال من المانحين قبل التقدم بمنحة بالخطة القادمة لأنه الآن في شهر فبراير 2021 ستتقدم الأموال المتحدة بخطة الاستجابة للعام 2021 وتريد أن تأخذ أكبر قدر منكم من الأموال الآن وتضمن كذلك الأموال القادمة هذا التخويف والترهيد من حكاية المجاعة تستخدمها الأموال المتحدة لإرهاب المنظمات الحكومات الدائمة لكن أحدثك صراحة الدورة الفاسد والدورة المشبوه لأموال المتحدة ومنظمات الدولية صار مفضوح لداء الكثير من الحكومات وهذا ما دفع بالكثير من الحكومات إلى تجنب إعطاء المزيد من الأموال إنها لا تجد أي آئد يعود على الشعب اليمني وجدنا مؤخرا ما يفوق 20 دولة وعشرين منظمة دولية تقدمت من حب 13 دراجة هوائية وقبلها الأموال المتحدة تتفاخر إنها قامت ببناء دورة مياه لأحد النازلين في مأرب ما هذا المساعدة في أموال المتحدة يعني تقصد بأن هناك أعمال لا ترقى حتى إلى الأموال التي تم صرفها أستسمحك أستاذ سيف بأن أرحب بسيد محمود الطاهر أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا بك أستاذ مرحبا بك يعني سيد سيف ذهب بأن الأموال المتحدة يعني أتت بمثل هذه التحذيرات أو جعلت منها محطة للارتزاق كما يقول هو ولم تقدم أي شيء يعني برأيك الدول المانحة والمانحون بشكل عام يعني لماذا لم يطلبوا تقارير من الأموال المتحدة أو من هذه المنظمات لكي يتم معرفة ما تم إنجازه في اليمن أهلا وسهلا بك مرة أخرى وبالسادة المشاهدين وبضيوفك الكرام حقيقة أعتقد بأن هناك إدارات في الدول المانحة تطالب يعني دائما بتقارير دورية من الأمم المتحدة لكن وبعد أن اكتشفت أن هناك تلاعب واضح من الأمم المتحدة خفت من دعمها لكن دعني أولا أتحدث بشكل أعمق عن حول التصريحات الأمينة العام للأمم المتحدة الذي حمل الأطراف يعني دون أن يسمي طرف واحد مثلا وهو يعلم أن الحوطين هم المعرقلون وهم من سرق سرق المساعدات من أفواه الجائعين كلامه كان يوحي بأن هناك يعني تؤكد حقيقة استثمار الأمم المتحدة للأزمة للأزمة الحرب في اليمن واستفادتهم من إطالة أمد الصراع في البلاد حتى أنه لم يكلف نفسه والحديث مثلا كعادته بدعم العملية السياسية وإنما تحدث بلغة اقتصادية بحثة ورمى ذلك على ظهر الشعب اليمني أو بأن الشعب اليمني يموت ناجعا نعم صحيح أستاذ محمود حتى برغم من تعليقات لو كوك بأن هذه الجماعة تسرق المساعدات بشكل واضح وتم رفع بعض التقارير ولكن لا ندري لماذا يتم إخفال هذا الجانب لماذا لم يسمى من هو المعرقل سواء من طرف الميليشيات الحوثية أو من طرف الحكومة أو من أي طرف كان نعم الحوثي طبعا هو مستفيد هذا يؤكد أصلا التناسق والتناغم بين الحوثيين وبعض المنظمات الغاثية أو المنظمات التي تدعم المحتاجين في اليمن الحوثي مستفيد من تصريحات الأمينة العام للأمم المتحدة كون تلك المساعدات التي تحدث عنها الأمم تصل كاملة إلى المجلس الأعلى لإدارة والتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي الذي مقره في وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتسيطر عليه الميليشيات الحوثية ملايين مليارات الدولارات تصل إلى هذه الإدارة أيضا تحدثت المنظمات كثيرة كما أترى أن الحوثيين يسرقون الغذاء من أفواه الجائعين وأيضا كشفت مبادرات كثيرة أيضا كيف سيطر الحوثيين على القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد الذين أنشقوا مئات الشركات من هذه الأموال من أجل من أجل تهريب المخدرات وتهريب الأموال والمازوط إلى بطرق مختلفة إذن إذا كان الأمم يعني في في استخلاص لقراءة المبعوث الأممي إذن اليمنيون يحتاجون يحتاجون إلى المساعدة إلى مساعدة حقيقية إذن ما هي هذه المساعدة الحقيقية يحتاجون اليمنيين إلى مهمة دولية وحكومية لإنقاذهم من تلك الأزمة التي يتحدث عنها أنتوني وغوتيريوس حتى لا يموت الكثير من أبناء اليمن وفقدان الغدعي وهذا يتطلب إلى مهمة عاجلة يتقدمها العزيمة والإصرار بإنقاذ اليمنين إنقاذ اليمن وشعبه لن يكون بوقف الحرب بالشكل الذي يخطط لها غير فلن يكون بالتسول من دول من أجل مساعدة المتضررين ووقف الحرب لن يأتي إلا بالضغط العسكري على الحوثي الذين يعرقلون الحل السياسي في اليمن ويسعون لأن تكون اليمن أول دولة في القزيرة العربية تابعة لطهران قبل أن يتوجه إلى مكة المكرمة إذن الأستاذ جمال برأيك كما تحدث الأستاذ محمود بأن هذه الخطوات إنما هي تلميان لخطوات الأمم المتحدة وأن هناك تماهي وتواحد في بعض القرارات مع الميليشيات الحوثية يعني بعيد عن هذا الموضوع ما هي الضمانات الدولية في حال تم منح هذه الأمام أو هذه المنظمات العديد من المال ما هي الضمانات الدولية التي يمكن أن تضمن وصول مثل هذه المساعدات إلى مستحقها طبعا هي الضمان الحقيقي أولا أن المبالغ المالية أن تدخل في البنك المركزي في عدن هذا من أجل رفع العملة ومن أجل معرفة الأموال الآن تأتي وفين تروح ثاني شيء ثاني حاجة أن يكون في عملية خطة 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 كاملة كاملة في عملية الإغاثة عبر لا مركزية في العمل الإنساني والإغاثي بحيث أن كل السلطات المحلية عندها تكون علم بأن هذه الإغاثة وهذه الأشياء وهذه البرامج تتاتي إليها من أجل معرفتها ومحاسبتهم في حالة تكسير طبعا المنظمات الدولية بشكل عام هي الآن في الفترة القادمة من الآن إلى نهات السنة فستلاحظ أن كثير مبالغ المالية تخرج من أقل ورش العمل ومن أقل أشياء كثيرة وهذه المبالغ المالية من أقل إغلاق السنة بأي مبالغ ما قريبا توجد عندهم نحن بالنسبة لنا نتمنى أن المنظمات الدولية أن تكون متواجدة في المناطق المحررة وكذلك لأن أغلبية المبالغ المالية التي تتاتي إليهم من التحالف العربي التحالف العربي هو يستطيع من خلاله ومن خلال لهذه المنظمات أن يضمن فين تاتي هذه الإغاثة فأين فين أن تروح هذه الإغاثة نحن تكون في مراكزة إغاثية نحن الآن خلال الفترة القادمة فين خفارات جوي نحن محتاجين لعمل إنساني إغاثي ما هو الاستعدادة الحقيقة من هذه المنظمات أن يوجد عندها مخزون استراتيجي من أقل مواجبة هذه الكواتر الطبيعية طبعا المنظمة الدولية تكون متواجدة باستمرار في مناطق المحررة هي غالبا مقودة في صنعة ودائما هما تكون العملية بينهم وما بين الحوثيين وهو منفذ واحد يوصل إليهم مينة الحديدة أو أنه مطار صنعة اللي توصل ثمانين في مينة إليهم وهذه العملية تكون في عملية حصار شكل كدير والمنظمات المانحة هي لم تقنعها المنظمات الدولية بأنها باستطاعتها انإيصال مساعدات وحصل ترقاريهم إلى المحتاجين وهذا خفضت المساعدات لعدم القدرة المنظمات للوصول للشعب اليمني نعم طيب أنت تقول بأنه لابد من إرسال المساعدات إلى البنك المركزي ويتم إعداد الخطة يعني كيف يمكن إعداد الخطة مع من يتم التنسيق بالضبط وكيف يمكن إحصاء جميع المستحقين والمناطق المستهدفة في اليمن بأكملها طبعا وزارة التخطيط أولا هي الأساس في عملية توقيع التفاقيات الرسمية بينها بين بطنة الدولية تأخذ الإحتياجات الحقيقية من السلطات المحلية من مساعدة اللقنة على الإغاثة كل الاحتجاج الموجود في اليمن ما لا تحتاج كل محافظة سواء كان في الصحة أو في الصحة أو في البيئة يكون عملية خطة الاستجابة تنطلق من المناطق المحررة ليس تنطلق من المناطق الاستجابة الرهوتي وفيما بعد هما بيشتكون منهم تبدأ العملية عكسية ويجرب إذا استقل إذا مشت الأمور وأنا أفضل في خلال هذا كله أنها تنتهي الحرب ويكون في ضغط شديد على الحوتين عملوا إجراءات حقيقية من أجلهم من أجل نهاء الحرب وتعود الحياة الطبيعية وكذلك لإمساعدة اليمنين في عملية الاستخراج مواردهم واستخدام 10% من هذه المبالغ المالية لمساعدتهم للتنمي المستقبل نعم أستاذ سيف المنظمات تقول بأن هناك إعاقة للوصول إلى بعض المناطق خصوصا في مناطق سيطرة الميليشيات الحوتية يعني برأيك هل هذه العراقيل حقيقية وما هي أبرز هذه العراقيل إن وجدت أم أنها أعذار من قبل هذه المنظمات كما يتحدث بعض المراقبون بعض المراقبين نعم ترامل يوجد هناك الكثير من العراقيل صراحة وليس فقط في مناطق سيطرة الحوتية ولكن في كافة أجزاء الجمهورية اليمنية يوجد هناك كثير من المعيقات ومعوقات العمل الإنساني ولكن ترجمة التفاوتة وأشبتها هو ما يحدث في مناطق سيطرة الحوتية لكن استخدامهم هذا المضرر هو كلمة حق يرادبها باطن فلو كانت هذه الأموال المقدمة للجمهورية اليمنية تم تقديمها للمؤسسات الحكومية لتمكنت المؤسسات الحكومية من الوصول لكافة المستفيدين والكافة الأفراد الشعب اليمني في أي جرية وفي أي محل كانوا لكن للأسف هذه المنظمات الدولية تحركاتها ودخولها وخروجها للجمهورية اليمنية صدق الكثير من الترتيبات الرسمية وبذلك هذا ما يعطي للآخرين أيضا الكثير من الحبان للتحكم بهم لماذا لا يتم تقديم لماذا لا تجنب نفسها هذه المنظمات الدولية العناء والويل في الخوض في هذا التحديات والمعوقات وتقدم هذا الأموال للحكومة اليمنية للقيام بمهام القرط الشعب اليمني لماذا لا تجنب بناء المظلمات المجتمع وفي حالة تم إرسال هذه المبالغ كما تحدث الأستاذ جمال إلى البنك المركزي في عدن وقامت بتسليم الحكومة نظرا لعدم الثقة بين الأطراف كيف يمكن للحكومة أو أن تسهل عمل مثل هذه المنظمات في مناطق سيطرة الميليشيات وغيره من مسؤولية الحكومة الشرعية أو من المسؤولية الحوثي هناك تنسيق لتيسير حياة الشعب اليمني وتيسير أموره في مختلف المؤسسات مثلا على سبيل المثال يوجد تنسيق بين وزارة الخارجية يوجد تنسيق بين وزارة الداخلية يوجد تنسيقات كثيرة بين المؤسسات الحكومية اليمنية وبين غيرها من المؤسسات المختصة من الجماعات الحوثي أو جماعات المنس الانتقالي أو غيرها بالجماعات المسلحة هنا وهناك لكن هذه الأمور داخل البيت اليمني يتم ترتيبها بأياد يمنية وبأفكار يمنية لكن من الصعب جدا أن نقوم بمساوات منظمة أجنبية مع مؤسسات يمنية قائمة مؤسسات يمنية شرعية حكومية صعب جدا لأن درجة درجة الأهنية ودرجة القدرة على الوصول لدى المؤسسة اليمنية أكبر بكثير لدى الحكومة اليمنية الكثير من القدرات الكثير من المؤهلات التي تمكنها من عمل المسوحات المطلوبة عمل التقييم المطلوب للوصول لكافة الأفراد المحتاجية في الجهورة اليمنية لو ممكنوا من ذلك لكن المنفظمات التوالية تريد أن تستحوض على الأموال المقدمة لليمن وتريد أن تتحكم هي ذاو وأن تقدم هي الأموال للحكومة اليمنية أنا لا أرى هذا مناسبا أرى أن الأنسب والأنجأ في هذا الجانب هو أن تقوم الحكومة اليمنية بتلقي هذا الأموال ومن ثم الطلب إذا كان المعارسة دائل لتدخلي فيها المتدخل المقدمة الأممية أن تتلب حكومة اليمنية منهم تدخل في هذا الجانب أو ذاك. وأنتهينا. أما أن يستعمل الحكومة اليمنية كموظف هذه المنظمات الدولية من أجل التنسيق أو غيره. فأنا أعتبر هذا تهديس كبير للحكومة اليمنية سواء كانت تلك المؤسسات التي فيها الشرعية أو تلك المقتصادة ومن قبل باقي الجماعة. نعم. جزيلة شكر لك الباحث بقضايا الفساد السيف الحدي. شكرا جزيلة لك. أعود إليك أستاذ محمود الطاهر. كيف ترى إلى التحذيرات التي أشار إليها غوتريتش في هذا المؤتمر. يعني بعد إدراج هذه الميليشيات الحوتية في قائمة الإرهاب. أو هكذا يعني لمح خصوصا أن أمريكا بإدارة ترامب في الأيام المتبقية. له يعني عازمة على إدراج هذه الميليشيات في قائمة الإرهاب. دعني بس أقلق قليلا على حديث ضيفتك الكرام. الذين تحدثوا بأهمية إبتال المساعدات إلى الحكومة اليمنية أو البنح المركزي اليمنية. حقيقة غالبية المسؤولين في الحكومة الشرعية اليمنية هم فاسدين. يعني وهم بجار حرب في الأول والأخير. مثلهم مثل الحوديين والدليل على ذلك يعني التنسيق المتكامل. يعني لو ضربنا مثلا مع الهيئة العامة للطيران معه يتحكم بجيه الهيئة العامة في صنعه وزارة الميه والبيئة يتحكم في صنعه الإغاثات يتحكم في هذه الصنعه وسط صمت حكومي رهيب. بمعنى أن هناك تعاود. الحلول في مثل هذه هو أن تكون يعني مثلا هيئة الهلالة الأحمر الإماراتي ناجحة في المناطق التي تدخلها ولا يعانون المواطنين من من تخصير في 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 الدعم الإنساني. المركز سلمان للعغاثة أيضا نجح في المحافظات الجنوبية. إذا لماذا لم لم تكن هناك مؤسسة أو منظمات يعني مثلا من دول محايدة لا تتعامل مع الميليشيات الحوثية مثلا. وتخترق المناطق بالنسبة لأن هناك هناك يعني الكذر البشري الأكثر عدد في مناطق سيضارة الميليشيات الحوثية. ويبدو أن هناك يعني عراقيل كما تحدث عنها البعض بعدم الوصول إلى هذه المناطق. يعني نريد يعني معرفة كيف يمكن الوصول إلى هؤلاء الناس. وأيضا بعد أن تجيبني على رأيك بالتحذيرات هذه. أولا بالنسبة للتعليق أو تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج الميليشيات الحوثية هو يخشى بأن تنقطع وسيلة الاسترزاق لهم. لأنه عندما يتم تنصني الميليشيات الحوثية جماعي العديد بمعنى ينعجم تماما التعامل معهم كمنظمة سياسية. بالتالي يجوز للأمم المتحدة أن تقضي على هذه الميليشيات في أي شكل من الأشكال. وبالتالي عندما تنتهي الحرب تنتهي معاناة الشعب اليمني وتنتهي وسيلة الاسترزاق لأمم المتحدة فلن تقدم مكان آخر أفضل خطوبة في اليمن. ولهذا تحاول الأمم المتحدة وبريطانيا بتمديد أمد السراء في اليمن. حتى الآن مارسا غير فتعامل خطة وميزانية إلى 2027 بمعنى أنهم يستلزقون في اليمن ويعملون على إيطالة أمد للسراء من أجل الجن ينكثل من الأربع. وكأنهم يتعاملون مع أمر واقع كما أفهم من كلامك أستاذ محمود. كنت أريد أيضا إجابة على الجزء الثاني من السؤال ولكن نظرا لانتهاء الوقت أشكرك جزيلا شكر كاتب الصحفي محمود الطاهر. أعود إليك أستاذ جمال. أستاذ جمال هذه الخطوة والتحذيرات من عدم إدراج مثل هذه الميليشيات في قائمة الإرهاب في حالة تمت هذه الخطوة برأيك ما الذي سيتم بالنسبة لعراقيل طبعا وصول المساعدات الإنسانية والمنظمات طبعا أنا أعتقد أن العراقيل هي موجودة قبل هذا القرار وهم بيشتكون من هذه العراقيل لكن هي احتمالية العراقيل ستكون أكثر لكن أنا أتمنى أن نتفعل بالنسبة لنا في الحكومة الشرعية زي ما نحن نحن عندنا توجهات من بخامة الرئيس ونحن نسعد دائما لوصول بساعدات لأي مواطن يمني سواء كان في عدن أو سواء كان في سعدة أو سواء في المحويت أو في حضرمود طبعا على عجالة أستجامل ماذا يعني وجود يعني مجاعات ووجود مديريات يعني كانت الأسوأ يعني في المجاعة في اليمن في أبيان وغيرها من مناطق سيطرة الشرعية قد تكون هذه بعض المجاعات سواء كانت تعتمد على عملية كثرة النازحين إليها في الفترة الفترة في طهنة كثير النازحين في هذه المناطق إلى قانب كذلك تضرت في فترة الأخيرة عدم حصولهم على المهيات موجودة كذلك العملة أثرت بشكل أكبر في عملية الاختجاج مركز سلمان والمعط عربية تقوم بعمل كبير جدا لمساعدة هذه الأطراف لحد من عملية الجوع ومن حد من عملية الاحتياجات المواطنين في المناطق المحررة بشكل أكبر إذن أشكرك جزير الشكر لسج جمال بلتقي منسق الإغاثة بوزارة الإدارة المحلية شكرا جزيلا لضيوف الأكارم وأيضا لكم مشاهدين الأكارم على هذه المتابعة قضايا جديدة سنناقشها بإذن الله في حلقاتنا القادمة إلى ذلك من حين تقبلوا خاصة تحية أنا جمال السود وفريق العمل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر